من أول ما بيبتدي كنا نوع على الدنيا ومن أول ما بيبتدي يتشكل عندنا الوعي بيبتدي كل واحد مننا يبقى عنده مسئولية صغيرة وطبعا حسب السن فأول ما نتم مثلا 3-4 سنين بيبقى مسئوليتنا ان احنا نخلص طبق أكلنا ندخل المدرسة لازم نخلص الواجب وكل ما بنكبر كل ما المسئولية دي بتكبر علينا وطبعا المسئولية دي بتبقى المهام اللي مطلوبة مننا نتحملها وحسب معايير كل مجتمع بقى ايه هي ولما طبعا ما نقدرش نتحمل أو نعمل حاجة مش صحة قوي مع المعايير دي بقى احنا كده ما تحملناش المسئولية طيب كل واحد فينا عنده مسئولية تجاه بيته تجاه مدرسته تجاه جمعيته تجاه شغله مجتمعية مدنية حتى دينية الإسلام حتى رسول عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راعن وكلكم مسئول عن رعياته فالإمام راعن ومسئول عن رعياته الرجل راعن في أهله مسئول عن رعياته حتى المرأة زوجة المرأة رعية في بيت زوجيها ومسئول عن رعياته فكلنا عندنا مسئولية كل واحد فينا بقى مع السن ومع مرور الوقت عندنا كده ايه مواقف وتجارب في تحمل المسئولية دايما بيبقى فيها ساعات مواقف صعبة وساعات كتيرة مواقف تدحك فايه المواقف الصعبة أو المواقف المحرجة أو المضحكة اللي ممكن اتعرضتوا ليها دا سؤال حلقتنا النهاردة وخلونا نبتدي بشازلي ونعرف منه هو ايه المواقف اللي ممكن اتعرض لها في تحمل المسئولية كانت متحكة ويمكن صعبة كبان انا عاية ذاي ارجع للمسئولية بتاع طبق الاكل دي تاني اكلة اه تخلص طبق الاكل بتاعك دي المسئولية بتاعتك داكات احلى مسئولية اه طبعا خلص طبق الاكل بتاعك مش هت pieds من حاجة تاني غري انك تخلص طبق وكنا مقدناش مسئولية وانتخلصوش كبان اه يعني ما ناكونش قادرين نتحمل هزي المسئولية طبعاensing المسئولية ان تتحمل تبعات العمل اللي انت عملت وك öğهم كانت ايه العمل ده وفيه ناس منهية صغيرة بالفعل بتتحمل المسؤولية وزي ما بنتكلم دايما أنه ده بيكون ناتج عن التربية لو متربي كويس وأهله وظفوه صح في المكان الصح في أنه يتصرف في بعض المواقف مرة واثنين وثلاثة بيعرفوا بالفعل أن رجل ده بيتصرف كويس فبينسيبه يشيل مسؤولية هذا الأمر مواقف صعبة كتير جدا بنمر بيها طبعا كلنا في بداية حياتنا نتيجة تحملنا لمسؤولية ما كناش شايلينها قبل كده كل مرحلة بتمر بيها فيها مسؤولية كنا بنتكلم مع حضراتكم بارح عن المسؤولية في اتخاذ القرار في الخطوات المسؤولية كنا بنتكلم عن التعليم على سبيل المثال أنت اللي بتاخد قرار الجامعة اللي أنت عايز تدخلها أو بتقول هدرس هنا هدرس في جامعة مش عارف إيه هسافر بره عشان هدرس ده قرارك أنت الجواز كنا بنتكلم برضو أن ده قرار فردي لازم الشخص نفسه هو اللي ياخد هذه القرارات بتكون فيه مواقف صعبة كتير جدا في تحمل المسؤولية وفيه كمان مواقف متحقة لأننا نتيجة أننا مش قادرين أو لسه بنجرب يعني في بداية الجواز مثلا يا بسانت كان عندي بعض المشاكل في الأكل يعني الحاجات بتبوز فأنا بشيل مسؤولية أن أنا أهتم بالحاجات في المطبخ عشان ما نرميش الأكل الناس كانت متخيلين أنها بطاطس محروقة وهي لحمة محروقة أنا أريد أن أسألك سؤال أنت مراتك تسحى بدري تتفرج عليه كل يوم أو لا؟ بالتأكيد لا ترموه بتكلم لأن أنت كل حلقة لازم أو فيها مجالة عن الكلام بتكلم عن الأكل بس فطبعا كلنا بيكون عندنا تجارب ومواقف صعبة بنمر بيها في حياتنا بس لازم الواحد يتحمل مسؤولية القرار بتاعه والقرار اللي هو أخده أهم حاجة أننا نبتعد تماما بقى عن التبريرات والحجج ده شخص بيهرب من المسؤولية على طول شخص اللي مش قد المسؤولية مش قد يتحمل المسؤولية فدايما عنده مبريرات وعنده حجج ويقول أصل مش أنا اللي عملت أصل إنت اللي بدأت أصل إنت اللي سويت لا ده مش أنا لا ده أنا مع حدش قال لي فهو دايما الناس اللي بتهرب من المسؤولية دايما بتعتمد على الحجج والأذر صح معيك بتتفق معيك تماما طيب بالنسبة لك عندك مواقف صعبة ومواقف مضحكة أكيد عندي مواقف أنا في المدرسة كنت يعني ما عنديش قوي تجارب حياتية تماما يعني أول ما دخلت الجامعة ابتديت أحس أن أنا دخلة في عالم مختلف تماما وابتديت أن أنا طبعا أنا كان بقى لي كتير قوي نفسي أدخل الكلية لأنا دخلتها اقتصاد وعلوم سياسية وأتخصص في العلوم السياسية فكنت متحمسة لها جدا وحسيت أن أنا بقى خلاص يعني عملت أكبر خطوة ممكن أخدها في حياتي وخلاص ملكوش دعوا بي أنا هاخد أي قرار أنا عايزة الفترة اللي جاي دخل عفوا دخلت الجامعة ما سألتش حتى يعني ما كنتش عارفة لسه الفرق ما بين المحاضرة والساكشن بجد كنت في الحتة دي فابتديت أن أنا كان في مواد كده عندي ابتديت أركز في المواد اللي أنا شطرة فيها جدا وتجنب المواد اللي أنا مش شطرة فيها فاكرة أن كله داخل في المجموعة تتفاكرة كده لغاية ما ركزت في حقوق الإنسان والعلوم السياسية ومادة الإنجليزي وصبت تمام المواد اللي أنا مش شطرة فيها زي الإحصى والاقتصاد والحساب ما كنتش عارف أن دول اللي دخلين في الجي بي إي ودول مش دخلين في الجي بي إي فجيت في الآخر بعد أول ترم طبعا لقيت نفسي وقع جدا في المجموع بتاعي ومن هنا بقى حصيت أن أنا تحملي للمسؤولية كان مفهومي ليه غلط لأن أنا كان جزء من تحمل مسؤولية أن أنا أفهم إيه الحاجات اللي كان أسأل وأفهم وأعرف إيه اللي داخل في الجي بي إي وإيه اللي لا فمن هنا بقى كانت تجربتي مختلفة تماما أنا كانت بتضحك في الأول بس بعد ما جبت النتيجة تعلمت بنا طبعا تعلمت طبعا تعلمت أن أنا لازم أروح أستشير الناس اللي عارفين أكتر مني اللي هم الدكاترة أفهم منهم إيه اللي داخل في الجي بي إي وإيه اللي لا فمن هنا بقى خدت قرار أن أنا هاخدها مرحلة بمرحلة وهفهم الموضوع واحدة واحدة ويبقاش الموضوع خبط لازق كده أن أنا بقيت كبيرة ومسؤولة وعارفة كل حاجة لا لا أن أنا طلعت في الآخر فعلا مش عارفة أي حاجة طبعا لازم كلنا بنتعلم يعني كل تجارب بنمر بيها في حياتنا بحسب السن اللي احنا فيه بنتعلم من هذه التجارب من الحاجات كمان المهمة جدا أنه لما يبقى الشخص خلاص بقى هو المسؤول عن أسرة بقى هو المسؤول عن بيت أنه يبتدي يزبط أموره المادية بحسب مرتب ودي من الحاجات برضو اللي فيها مسؤولية ومسؤولية صعبة جدا على فكرة مش أي حد يتحملها وأنا هنا بقول أن الستات بتتحملها أكتر من الرجالة سواء في الشغل أن هم بيشتغلوا وبيساعدوا في البيت بيديروا البيت ماديا وماليا هم اللي بيقدروا فعلا يعملوا حاجة دي التخطيط لإدارة البيت دي على فكرة ما هواش سهل خالص ماديا يعني مش بتكلم في إمكانيات ماديا لأ أنا عشر قروش عشرين قرش أيا كان المبلغ إيه إدارة البيت دي مسؤولية الستات وأنا بصراحة بقول لأ هم أساتذة في حاجة دي وغير كده بما أننا تكلمنا كمان عن ستات الستاتة اللي بيقدروا أن هم يشتغلوا ويشيلوا مسؤولية بيت ويعملوا أكلوا أولاد ودراستهم ويودوا تمارين في الحقيقة دول كمان من الستات اللي بتحملوا مسؤولية كبيرة قوي وصعبة قوي إحنا ما نعرفش إزاي أنتم بتقدروا تعملوا كده بصراحة فتحية لكم كبيرة قوي على كل حال ده سؤال حلقة النهاردة أول تجارب تحمل المسؤولية دايما بيبقى فيها مواقف صعبة أو متحكة إحنا مهتمين أننا نعرف مواقف حصلت لكم ده سؤالنا الموجودة على صفحاتنا على فيسبوك منتظرين إجابتكم اللي هنستعرضها النهاردة في خلال الحلقة بنصبح على حضرتكم صباح الخير يا مصر